اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وخبر كويس جدا يعني في ظل ازمة السكر اللي بنعيشها في جمهورية جميعا حاجة جمهورية كله السكر وصل تقريبا لخمسة وخمسين جنيه وستين جنيه في بعض الاماكن فبالنسبة لمحافظة كفر الشيخ السيد المحافظ كفر الشيخ عمل مبادرة جميلة جدا هنتكلم عنها في الفيديو ده حيث اعلن اللي واجه مال نور الدين محافظ كفر الشيخ يوم الخميس عن توفير اربعة واربعين منفز لتوفير السكر للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة بسبعة وعشرين جنيها وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في خفض اسعار السلعة الاساسية مضيفا انه من بينهم تلاتين منفزا لتوفير سلعة السكر ضمن المبادرة واربحتاشر منفز لتوفير السكر بشركة تجارة الجملة بعموم المحافظة قال محافظ كفر الشيخ انه يتم توفير السكر للمواطنين بتلاتين منفزا ضمن المبادرة في بندر ومركز كفر الشيخ بمنافز القوات المسلحة في الخياط المزلقان صبر القاضي سخة ده داخل محافظة كفر الشيخ اللي هو المحافظة مركز كفر الشيخ وفروع ظهران ماركت وكازيون ماركت ومدينة مسير مدينة سيدغازي امام المستشفى العام والتوزيع ببندر ومركز دسوق بهاي برميزة بشرع الجيش ومنفز الكرد بالميدان الابراهيمي وقرى العجوزين وكفر مجر وشابس الملح وشابة ده داخل مركز دسوق والتوزيع بمركز سيدسالم بطريق ضمر الحداد والتوزيع بمركز فوة ببندر فوة شرع السوق شرع الفتح والتوزيع بمركز مطهوبس امان مجلس المدينة برنبال ابو دنيا عدنان محروس ابو عيانة والتوزيع بمركز اللين بمحافظة المدينة بمجلس المدينة احمد محمود الديب ممدوح الرياض والتوزيع بمركز الرياض ببندر الرياض امام المسجد الكبير والتوزيع بمركز بلطين بمنفز القوات المسلحة والتوزيع بمركز الحمول بمعرض اهلا رمضان محمد رضا عوض بالزعفران والتوزيع بمركز بيلا بمنفذ القوات المسلحة محمد علي التنباري بمدينة ديلا واضافة محافظ كفرشيخ انه يتم توزيع السكر ايضا من خلال اربحتاشر منفذا بالشركة العامة لتجارة الجملة بعموم المحافظة ببندر ومركز كفرشيخ بديلتا ماركت بجوار الجامعات الشرعية بجوار مدرسة السلام بجوار مستشفى عمر بن الخطاب وديلتا ماركت دقميرة وسيد غازي والتوزيع ببندر دسوق بديلتا ماركت خلف عمر فندي والتوزيع بمركز سيد سالم بديلتا ماركت بجوار بنك القاهرة والتوزيع بمركز فوة بديلتا ماركت بجوار بنك مصر والتوزيع بمركز قلين بديلتا ماركت قلين البلد الشباس عمير والتوزيع بمركز بلطين بديلتا ماركت بجوار بنك مصر والتوزيع بمركز الحمول بديلتا ماركت بجوار سوق السمت والتوزيع بمركز بيلا بديل تمركت بجوار مجلس المدينة وأضافة محافظ كفرشيخ أن المبادرة تهدف إلى تخفض أسعار سبع سلع أساسية بنسبة من 15% إلى 25% وهي السكر والزيت والعتس والفول والألبان والجبن والمكارونة والأرز بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيت مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء وكلفه محافظ كفرشيخ المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التوين بزيارة عدد المنافذ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بزيارة عدد المنافذ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتنصيق مع مباحث التموين وجهاز الحماية المستهلك والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحل التجارية والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ السابتة والمتحركة وبشكل يومي للتأكد من توفر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة لافتا أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعاني منها كافة دول العالم ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معا لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية في إطار توجيهات الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية طبعا مبادرة كويسة ونتمنى أنها تستمر لأن كيلو السكر دلوقتي وصل 60 جنيه لما الناس توصل لها كيلو السكر ب27 أو ب30 جنيه فدي حاجة كويسة مش وحشة فيا رب المبادرة دي تكون فيها رقابك وويسة والناس فعلا تستفاد من المبادرة دي وإن شاء الله يكون خير للناس وبتمنى طبعا إن شاء الله المبادرة دي تنتشر في جميع محافظات مصر وتتعمم ويستفد منها المواطن الغالبان البسيط اللي مش قادر يجيب كله السكر ب60 جنيه فبحب أشكركم شكرا جزيلا على متابعة الفيديو لحد هنا وبتمنى لو أول مرة حضراتكم تشوفوا قناتنا ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل عشان وصلكم مننا كل جديد من فيديوهاتنا شكرا لكم شكرا جزيلا والسلام عليكم